سير دمون شنورت سامت ديالك على المعارض الدولي للكتاب هاد السنة بالضر البيضاء وهو كنشوف يعني كثرة دور النشر كين دور النشر جديدة هاد العام هاد والحمد لله كين إقبال على الكتب ومن الدرجة الأولى أنه هو المعرض هاد فرصة لصلة الراحم بين طالبة العلم وبين المؤلفين وبين الأصدقاء والمحبين أنه كيش مع الناس من جميع المدن كثير من الناس يتوصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك أو غيره ولكن هذا المعرض يجمعهم هنا المحبة والأخوة وكذلك يكون الكتب وهذا الجو الجميل ديال المعرض والكتب يعني لكل عام نرى شيء جديد ونتمنى أن يكون تطور ويكون في قضية ديال التنظيم وبعض المرافق العمومية كالمسجد نرى أن المعرض يفتقر جداً للمسجد ويفتقر إلى المراحل العمومية يعني يكون ديكشي في المستوى هذا مكان في ظل طغيان الثورة المعلوماتية والإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي كتشوف أن الكتاب الإسلامي أو الكتاب الصفة عامة بقى عنده دور الناس اللي كانت قرب جدية وبهمة عالية ولو أنه ظهر يعني الكتاب الإلكتروني أو الثورة هذه ديال التكنولوجيا فهم باقي الكتاب له منزلته ولكن حتى هذا الكتاب الإلكتروني أحياناً الإنسان عندما يعني يفتقر إلى الكتاب الوراقي يبحث عنه في الإنترنت ولكن الكتاب الوراقي قالوا المنزل دياله أظن إلى يوم القيامة لأن له يعني باراكة ومنفعة وخاصية ولد في القراءة والكتب فكين إقبال على الكتب الناس اللي كانت قرأة واللي ما كيقرأشي فهو يعني ما يقدر يقرأ منشر ما يقدر يقرأ ما قال ما والو يعني هو يكتفي فقط بالنظر إلى الصور يعني الأخبار عبر الصور يعني أما الذي يعني هو كيقرأة ومجتهد في القراءة فهو دائما يعني شكرا باللي أعزب على القراءة؟ وهذا النصحة أن المؤسسات أو وزارة التقافة يكون عندها يعني مجهود في توعية الناس بأهمية القراءة أو يكون نشاطات ومسابقات هذا اللي كان يعني تشجيع الناس وتفل المدارس للأسف الشديد أن نرجع عندنا القراءة وكذا لأجل الوظيفة فقط ما شل أجل إنسان يتعلمه كيقرأ باش يتوظف إذا ما كان شي غادي توظف ما عنده إلا شي قرأة وشانت أصبح يعني العلم من أجل يعني الوظيفة أو من أجل سبب فقط ما شل العلم والتعلم وهذا ما كان والله والمعرض من إحنا التنظيم معرض جيد يعني ومعرض إحنا بنحرص إن إحنا ننجي يعني كل سنة لإني في فيه قارئ يعني بس العام دوت قوة شرائية ضعيفة يعني 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 العام الصابق يعني الضعف يتجلى في الشراء أم أيضا في العرب بسبب الضعف؟ لا في الشراء يعني أقل من العام الماضي يعني بسبب الكتب التي تعرضوناها يعني مجلة التي تعرضونا بها؟ إحنا بنعرض يعني كتب بختلفة كتب إسلامية كتب الأطفال كتب تاريخ كتب فقهة كتب اقتصاد كتب تاريخية والكتب التي تلقى إقبالا؟ والله اللي يبقى إقبالا هو القصص والريوات الأدبية أكتر من وبعض الكتب الإسلامية مقارنة بمعرض مصر نعم ما هو الفرق بين معرض دار البيضاء ومعرض قاهرة؟ المعرض القاهرة يعني بيزوروا حوالي ثلاثة أربعة مليون شخص بيجي لهم ناس من مختلف أنحاء العالم يعني طبعا فيه فرق من هنا وهنا يعني في ساحتهم يعني فيه حوالي ألف ناشر بيبقوا موجودين في معرض القاهرة يعني مختلف بلدان العالم يعني اشتركوا في القناة